بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى الرئيس نيكوس آناستاسيا ديس رئيس جمهورية قبرص وذلك في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت شمال مدينتي لماسول أولى رنكا كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتين تعزية المماثلتين إلى رئيس جمهورية قبرص